استقبلت جهة فاس مكناس يومه الثلاثاء السادس من شتامبر قافلة الجهات خصص هذا اللقاء مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بالجهة لتدارس فرص الاستثمار التي تتيحها الأقالم التسعة للجهة اليوم كنا على موعد مع المحطة الخامسة من قافلة الجهات التي تتنظم اليومية الاقتصادية لزيكو كنا في محطة جهة فاس مكناس والنقاش كان يخص الفرص الاستثمارية ومناخ الأعمال بحضور المنتخبون سلطات المحلية رجال الأعمال وكل فعاليات هذه الجهة كانت حاضرة والنقاش كان متمر وغني كان بطبيعة الحال الوضع الراهن بالنسبة للإستثمار ولكن كذلك من خلال المناقشة تبين أن هناك مشاكل كبيرة في الجهة وكان دور كبير لينتظر المسؤولين على الجهة والمنتخبون وكذلك السلطات المحلية بدرجة أولى كذلك باش يتعالجوا هاد المسائلات ولكن كذلك كان دور ديال المستثمر المحلي ورجال الأعمال باش يقدموا مشاريع منتجة ومشاريع جدية هذا طبيعة الحالية التوصية التي خرجنا بها اليوم والتي على إثرها يقول المنتخبون ديال الجهة أنهم مستعدون للإنصات وللعامل مع رجال الأعمال المحليين لإخراجهم أو لتسوية جميع المشاكل العالقة ولكن بمقاربة شمولية وجمائية رد الاعتبار للتراث اللامادي للجهة حيث أنها تضم أكثر من 40% من التراث اللامادي للمملكة والنهوض بالفلاحة وتشجيع استقرار الصناعات تبقى من بين أهم رافعات تنمية في جهة فاس مكناس اشتركوا في القناة